أهلا بيكم مرة تانية أعزائي طلبة وطالبات قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق التعليم الصناعي وبرضو النهاردة الحلقة بتاعتنا مش موجهة بس ليكم كطلبة في قسم الزخرفة وخصوصا الطلاب اللي لسه في الصف الأول انتقلوا خلاص للصف الثاني وطلبة الصف الثاني والثالث ولكن كمان موجه للطلاب الجدد اللي حصلوا على الشهادة الإعدادية وان شاء الله بنعتبرهم كده مستهدفين بالنسبة لنا للالتحاق بقسم الزخرفة كمان بنخاطب الخرجين اللي حصلوا على دبلوم الزخرفة انت كمان تقدر تعمل ايه في حياتك كمان أولياء الأمور والناس العاديين الجمهور اللي ممكن بينظر نظرة للتعليم الصناعي ممكن تكون أقل من حقه وبيعتقد أنه ممكن يكون أقل من التعليم العام ولكن بتحيز للتعليم الفني الذي أعطاني الكثير وأنا وكل زملائي من الطلاب اللي كانوا في الأساس طلاب تعليم فني وحصلوا على الدبلوم الصناعي وبعد كده الدراسات الجامعية وكمان في مجالات الحياة المختلفة سواء في الصينغرافية سواء في فن اللي هو خاص بديكور المصرحي سواء في أعمال الصحافة والأعمال الثقافية والأدبية الزخرفة بتعطي الإنسان الكثير والكثير في حياته سواء حياته العملية أو حياته الشخصية أولياء الأمور والكثير من الناس بتعتقد أن التعليم الصناعي هو مجرد شهادة يقال أن ده يحمل الدبلوم فقط لغير التعليم الصناعي وخاصة قسم الزخرفة الذي أعرفه جيدا وأعرف ما قد يعطيه للطالب الجاد الماهر المجتهد اللي بيسعى فعلا أنه يحصل على المعلومة ويستفيد بيها ممكن يخرج منها قادر على أن يعمل في أي مجال من المجالات اللي احنا تكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت وقلنا أن لا صناعة ولا أي عمل في الحياة يخلو من علاقته بالزخرفة بدأنا المرة اللي فاتت كلامنا عن المواد اللي بيدرسها الطالب في قسم الزخرفة قلنا إيه هي المواد دي؟ قلنا طالب الزخرفة بيدرس مجموعة من المواد اسمها مواد التخصص المواد دي مرتبطة بتخصص الزخرفة بيدرس إلى جانبها مجموعة من المواد بتسمى المواد الثقافية أو المواد العامة زي الرياضيات الفيزياء الكيميا اللغة العربية اللغة الإنجليزية لكن طبعا هو بيدرس المواد دي بقدر أقل شوية من طالب السنوي العام لأنه هو بيدرسها في إطار أنها تكون مادة تصقيفية إلى جانب دراسته الأساسية في التعليم الصناعي طيب أنا النهاردة كقسم زخرفة في الصف الأول أو الثاني أو الثالث إيه هي مواد التخصص اللي أنا بقوم بدرستها؟ أو أنا بدرس إيه؟ تكلمنا أن أنا عندي مجموعة كبيرة من المواد دي المواد متكررة في الصف الأول والثاني والثالث وفي مواد مش متكررة يعني من المواد الأساسية عندي مادة الرسم الفني ودي اتكلمنا عنها في الحلقة السابقة اتكلمنا عن الرسم الفني وعن جماله وعن استقداماته المختلفة والرسم الهندسي والرسم الفني الاثنين مادة واحدة مرتبطة ببعضها والاثنين أساس لا يمكن الاستغناء عنه للالتحاق بأي دراسة عليا بعد الدبلوم وطبعا إن شاء الله بإذن الله كلكم لما تدخلوا التعليم الصناعي لازم يكون عندكم الطموح الكافي للالتحاق بالدراسة الجامعية وممكن جدا تكونوا من الأوائل وممكن جدا تكون لكم علامة وتكون لكم مقصامات خاصة بيكم ويكون لكم أعمالكم ومعرضكم ويكون لكم كمان لمسات في أي مجال هتشتغلوا فيه قلنا أول مادة وتكلمنا عنها المرة اللي فاتت هي مادة الرسم الفني عندي بعد كده مجموعة من المواد بيسموها التكنولوجيا أو الخاصة بالجانب التطبيقي للحاجات اللي أنا بدرسها في تخصص الزخرفة واللي بيكون أساسها هو الدهانات أو جزء كبير جدا منها متعلق بالدهانات مجموعة المواد التكنولوجية دي باكتش كده تلاتة مرتبطين ببعض مسلس لا ينفصل أبدا وإذا فهمت الزخرفة هتفهم علاقة المسلس ده ببعضه المسلس ده هو تكنولوجيا الخمات تكنولوجيا المعدات تكنولوجيا العمليات التلاتة دول بيبتدوا يتناولوا أي عملية من عمليات الدهان أو عمليات الزخرفة ويبتدوا المعدات تديني معداتها وأدواتها وتقولي الأدوات دي مصنوعة إزاي وتستخدم إزاي وتتكون من إيه الخمات تقولي خماتها وتعرفني طبيعتها والعمليات تقولي أشتغل إزاي والنسب إيه والخطوات إيه عشان أطلع الدهان بأعلى جودة ممكنة يبقى تاني حاجة بعد الرسم الفني مجموعة المعدات التكنولوجية عندي مادة اسمها مادة الأمن الصناعي دي بدرسها في الصفين الأول والتاني من اسمها كده هي مادة أمن صناعي يعني مرتبطة بتأمين عملية الصناعة وأهم عنصر من عناصر العملية الصناعية طبعا هو الإنسان يبقى أهم حاجة عندي هنا في مادة الأمن الصناعي أو بتاعتني في المرتبة الأولى بتأمين حياة الإنسان بعد منه ييجي دور الآلة ودور المادة الخام وجو العمل لكن الأساس هو تأمين العنصر البشري يبقى أنا كده عندي مادة الرسم الفني والرسم الهندسي عندي مجموعة التكنولوجيا مسلس التكنولوجيا المتكامل عندي كمان مادة الأمن الصناعي عندي مادة بدرسها يعني الأمن بدرسه في الصف الأول والتاني عندي بقى مادة تاريخ الفنون بدرسها في الصف الثاني والتالت مادة تاريخ الفنون طبعا من اسمها باين هي بتتكلم عن إيه؟ ليس له ماضي ليس له حاضر وليس له مستقبل لأن الماضي هو اللي بيدينا المعرفة هو اللي بيدينا الحضارة هو اللي بيدينا السند أو الدعم اللي نقدر على أساسه نبني المستقبل إن شاء الله يبقى تاريخ الفنون هدفه يعرفنا بالتاريخ المختلف وانا زي ما قلت هنا كده إن الزخرافة أو الفن هو مفتاح سر التاريخ لو لا الفن لما عرفنا شيئا عن ما سبق كل اللي انتقل لنا انتقل لنا عن طريق الفنان نحت تمثيل كتابة ورق بردي كل دي أعمال قام بها فنانين الفنانين خدموا التاريخ وكانوا من عظماء التاريخ حتى في الحضارة المصرية القديمة الفنان كان له قدسية كبيرة جدا واحترام كبير جدا يبقى عندي مادة تاريخ الفنون عندي مادة مهمة بادرسها برضو في الصفين التاني والتالت اللي هي مادة التخطيط مادة التخطيط طبعا من اسمها كده واضح إنها مادة مهمة قبل ما التخطيط بيعلمك إزاي تخطط في حياتك العملية كتخطيط لفكرة إنشاء أو عمل ديكور أو عمل وحدة زخرفية أو طريق الدهان حاجة ده التخطيط بيعلمهوني أو حساب مساحة حجرة أو كذا أو كذا لكن أنا قبل ما أتعلم ده بتعلم قد إيه التخطيط مهم في حياتي بشكل عام التخطيط مادة بتعلمني أهمية التخطيط في المطلق بتعلمني التخطيط ده أساس لأي شيء وده اللي لازم أي إنسان في حياته بيعمل أي حاجة في الدنيا لازم يسبقها عملية التخطيط التخطيط مادة مهمة جدا 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 في حياتك العملية وحياتك الشخصية ليه؟ النهاردة أي فني هيدخل بيتك هتبقى عارف هو خماته إيه؟ بيشتغل إزاي؟ يعني الحاجة اللي أنت مش هتعملها بإيدك وتكون فهمها من أولها لأخيرها زي عمليات الدهان اللي أنت هتبقى عارف كل أسرارها من خلال دراستك في قسم الزخرفة في حاجات تانية أنت ممكن مش هتقدر تشتغلها بإيدك لكن على الأقل هتبقى عارف هي بتتعمل إزاي؟ تكلفتها إيه؟ أسرارها إيه؟ فبالتالي هتبقى عارف كويس جدا إيه اللي بيتقدم لك وإذا كان جيد أو غير جيد يعني مثلا أنت لو عايز تشتري سيراميك هتبقى تقدر تحسب المساحة بتاعة الأرضيات والأسقف والجدران وكل حاجة أنت عايزها مع تنزيل الفراغات مع كذا مين اللي بيعلمك ده؟ مادة التخطيط لما تيجي النهاردة خليني أنا الأول أنا لسه باستخدم المادة دي في استخدامي أنا الشخصي أنا عايز أحسب مساحة الشقة اللي أنا عايش فيها عايز أعرف الدهان اللي أنا هعمله هيتكلف كام طب لو أنا جبت عمال وهتفعلهم أجر هحسبوا إزاي؟ بالمتر؟ باليومية؟ بكذا؟ بكذا؟ كل هذا بيندرك تحت مسمى مادة التخطيط مادة التخطيط بتقدم لي كل المعلومات اللي تخليني أبقى واعي وفاهم وعارف وانا بتعامل مع أي فني إيه الخدمة اللي أنا بحصل عليها وإيه مستوى جودتها وإيه التكلفة المعقولة المناسبة لها إحنا كده تكلمنا عموما عن المواد بتاعتنا المرة اللي فاتت تتكلمنا بالتفصيل عن مادة الرسم الفني والرسم الهندسي النهاردة هنستكمل مع بعض بقية المواد اللي بيدرسها الطالب في قسم الزخرفة ونبتدي بعد الرسم الفني بمادة تاريخ الفنون نتكلم شوية عن مادة تاريخ الفنون مادة تاريخ الفنون احنا زي ما شفنا دي الرسمة اللي احنا اختتمنا بها الرسم الفني وهنفتتح بها مادة تاريخ الفنون تاريخ الفنون بيتعرف الطالب من خلاله على معنى الفن أهميته ومجالاته الإبداعية والتطبيقية بتعرف على أساسيات التصميم الفني وعناصره وسمات التصميم الجيد يعني أنا قبل ما ادي لك عناصر تاريخية في الصف الثالث بشتغل معاك في مادة تاريخ الفنون في الصف الثاني على إنك انت تفهم يعني إيه لوحة يعني إيه عمل فني إزاي العمل الفني ده اتكون إيه العناصر الأساسية لتكوينه لما نيجي نحلل أي كلمة هنلاقيها بتتكون من حروف طب لما نيجي نحلل العمل الفني نلاقيه بنتكون من إيه هنلاقيه بيتكون من خطوط ونقاط ووحدات زخرفية إنت مادة تاريخ الفنون بتعرفك يعني إيه خط أنواع الخط أنواع النقاط أنواع الوحدات الزخرفية نباتية هندسية وحدات حية وده برضو اللي اتكلمنا عنه في مادة الرسم الفني مواد الزخرفة كلها مرتبطة ومتكملة مع بعضيها مفيش مادة ملهاش علاقة ببقية المواد طيب اتكلمت أنا عن أنواع الخطوط وكذا 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 مادة تاريخ الفنون في الصف الثاني بتعلمني إيه كمان بتعلمني إزاي لما شوف تصميم أعرف إن أنا التصميم ده جيد أو غير جيد يعني مادة تاريخ الفنون بتعلمني أسس التصميم الجيد يعني بتعرفني يعني إيه إقاع؟ يعني إيه حركة؟ يعني إيه الألوان دي متوافقة؟ الألوان دي سخنة؟ الألوان دي بردة؟ الألوان دي قوية؟ الألوان دي ضعيفة هي الألوان فيها قوي وضعيف طبعا فيه لون خشن وفيه لون ناعم فيه لون قوي فيه لون ضعيف فيه لون هادي فيه لون قاطم فيه لون مبهج في لون حزين في لون سعيد حق الألوان قادرة على التعبير عن جميع الحالات أنت بتبتدي تتعلم اللون يعني إيه اللون إزاي بشوف اللون يمكن أنت درست في العلوم طريقة تحليل الضوء وطريقة انعكاس الضوء وطريقة انعكاس الألوان وإن إزاي بقدر أشوف الألوان من خلال انعكاس الضوء عليها كل ده بتدرسه في الزخرافة ولكن كيف أطرى اللون من النحية التشكيلية يعني النهاردة لما هتيجي تشوف لوحة أنت أصبحت دلوقتي إحنا زي ما اتفقنا إحنا القسم بتاعنا قسم راقي قسم بيصنع منك فنان وقادر كمان على نقد الفن يعني مش بس أنت بتقدر ترسم أنت كمان بتقدر تنقد يبقى الجزء اللي بدرسه من مد التاريخ الفنون في الصف الثاني بيعلمني إزاي أكون ناقد جيد للأعمال الفنية أنا بعرف إيه هي قصص التصميم إيه أركانه الأساسية وطبعا أنا هنا حاب أقول نقطة مهمة جدا النقطتين الأساسيين أو الركنين الأساسيين فأي عمل فني في الدنيا رقم واحد الفكرة فيش نجاح بدون فكرة يعني أنا النهاردة لازم يكون عندي فكرة وفكرة مبدعة فكرة جديدة فكرة أصيلة فكرة أنا صاحبها يبقى أنا عندي الجانب أو الشق الأول للفكرة طب أنا فكرت الفكرة جميلة جدا وما نفستهاش تحولت لعمل فني طبعا لأ شاطرين أكيد لأ يبقى النهاردة الفكرة إذا لم تنفذ بالخامة ما بقتش عمل فني يبقى أي شق يعني الشقين الأساسيين لأي عمل فني هو الشق الإبداعي أو التفكير أو الفكرة والشق التنفيذي أو الخامة أو التطبيق كل اللي أنا بقوله ده وأكثر هتتعلموه وهتتدربوا عليه وهتفهموه واعتقدوا نمازج منه في مدة تاريخ الفنون في الصف التاني طيب بعد كده بقى عندي في الصف التالت هبتدي أدرس إيه؟ هبتدي أدرس العناصر التاريخية طبعا زي ما اتفقنا إحنا كمصريين فخورين بحضرتنا المصرية فهيكون عندنا اهتمامنا الأول بدراسة التاريخ أو التاريخ الفنون المصرية القديمة وكمان بدرس تاريخ الفن البداي بدرس التاريخ الزخرفي والإنساني جانب من التاريخ الإنساني للحضرات المختلفة عندنا الفن البيزنطي عندنا الفن الإغريقي عندنا الفن الروماني عندنا الفن الإسلامي عندنا جميع أنواع الفنون الموجودة الفن الصيني الفن الياباني كل الفنون الموجودة في التاريخ الإنساني الفنون دي كلها احنا بنقدر ندرسها بندرس نمازج منها بنشوفها بنتعرف عليها كمان بنتدرب على رسمها يعني مادة الرسم الفني مش بس بتقتصر على الرسم الفني لأ ده أنا كمان بتعلم الرسم عشان أنا لازم أتقن رسم بعض العناصر الزخرفية البسيطة اللي بتؤهلني أن أنا أقدر أتعرف على العنصر ده انت كمان من ضمن الحاجات اللي هتخليك تتعلم تبقى ناقد أو تقدر تنقض الناحية الفنية انت النهاردة هيبقى عندك الكفاءة أنك لما تشوف أي عنصر زخرفي تقدر تحكم على انتماءه التاريخي يعني ده إسلامي فارسي لأ ده فرعوني ده فن بيزنطي ده فن إسلامي ده وحدات إسلامية نباتية ده أطباق نجمية إسلامية لأ ده ده كان من الأصار اللي تركها الملك رمسيس دي كانت كذا يعني لك أنت تخيل أن انت النهاردة كطالب زخرفة لما هتروح رحلة مثلا للمتحف المصري القديم أو الجديد ودي طبعا يعني متعة وثقافة ضرورية وأساسية لأي إنسان مصري مش بس الطالب ولكن طالب الزخرفة يعتبر ده واجب عليه أنه هو لازم يشوف الحاجات اللي هو بيدرسها دي بعينه النهاردة بقى الفرق بينك وبين أي حد تاني أن انت لما تشوف الحاجات دي هتكون قادر أنك تتكلم عنها هتكون عارف هي دي تلون بإيه هي تعملت إزاي هي الألوان دي جابها منين هو اشتغل عليها إزاي النهاردة أنا بدرس إيه في تاريخ الفنون يعني لما يجي الدين مثال زي الفن البدائي أنا بدرس إيه في الفن البدائي بدرس الإنسان البدائي ده رسم إيه رسم طبعا رسومات بسيطة للحيوانات والنفسه والحياته وإزاي كان بيموتها وكذا وكذا رسم ليه هو الإنسان البدائي هل كان بيرسم لغرض جمالي زي ما احنا كنا بنرسم لأنه عايش في كهف هو مش بيجمل هو كان بيحاول يرسم بقدر الإمكان عشان يعبر عن نفسه يعبر عن مخاوفه يشجع نفسه عشان يتغلب على المخاوف دي كان طبعا بيعتقد في الأرواح الشريرة وكذا وكذا الفنان البدائي إحنا عرفنا ده إزاي من الرسومات دي قدرنا نستنتج ده طب الإنسان البدائي رسم بإيه استخدم الخامات الموجودة في طبيعته الدهون والدم نتيجة الحيوانات اللي بيتبحها أو اللي بيصطدها استخدم المواد الغروية أو اللصيقة الموجودة في النباتات استخدم ايه تخيل في عملية التنفيذ هو احنا النهاردة محتاجين في التنفيذ ايه النهاردة مثلا بنستخدم في تسيح الألوان اسفنجة وبنستخدم في التلوين فرشة هو اعتمد على ده من المصادر النباتية جاب الفرش بتاعته من النباتات وجاب الألياف بتاعت النباتات استخدمها زي الاسفنجة أو لعمليات دمج بتاع الألوان بنتكلم عن إنسان البداقي ده صنع إيه؟ إحنا طبعا متخيلين أو دايما لما نتكلم عن إنسان البداقي يقولك ده العصر الحجري لا العصر الحجري ده مرحلة يعني أنا كان عندي مراحل متعددة هو صنع أدواته من الحجارة وبعدين اكتشف المعادن صنع أدوات من المعادن كان عنده صناعة حجرية وصناعات معدنية وصناعات نسيجية كان بيجيب النسيجة بتاعته من النبات كل اللي أنا بتكلم عنه ده هنتكلم عنه بالتفصيل وناخد منه نمازج مرسومة لما ندرس تاريخ الفن البداي في مدى التاريخ الفنون لما نيجي بقى ننتقل للمرحلة التانية وهي مرحلة إدراسة الفن المصري الفن المصري طبعا إحنا زي ما اتفقنا بحكم تاريخنا وحبنا لتاريخنا واهتمامنا بمعرفة هذا التاريخ لأن دي حاجة يحق لنا كمصريين أن احنا نفخر بيها تاريخ عظيم يحق لأي إنسان أنه يعتز ويفتخر بانتماؤه ليه فطبعا دراسة الفن المصري بتكون دراسة أعمق بكتير بقدر أتكلم من أول إيه الحضرات اللي مر بيها الفن المصري القديم إيه العوامل اللي كانت بتحكمه قد إيه هو كان متأثر بالعوامل الدينية وعوامل الحكم قد إيه هم كانوا فخورين بانتصاراتهم وبالأشياء اللي هم قدروا يتقنوها ويقدموها كل ده برضو تنقل من خلال الفن يعني لو بصينا للصورة اللي معانا دي ده قناع من الزهب تعالى قناع قناع الملك كيتوت عن خأمون لما أنا جيت دلوقتي أوصل للقناع القناع ده كان مصنوع من الزهب وشوف الزخرفة وشوف الإتقان أنا عايزة أقول لأعزائي الطلاب والكل اللي بيتابع الحلقة بتاعتنا إن مازال لحد النهاردة فيه تمثيل من التمثيل المصرية لم يتم التوصل لطريقة نحتها لأن الحجارة اللي نوحتت منها غير قابلة للخدش حتى بالأجهزة اللي بيتم بيها تشكيل الماس وإحنا عارفين إن الماس هو أقصى من القساوة ومن الصلابة الشديدة جدا على وجه الأرض لحد النهاردة فيه خمات صنع منها الإنسان المصري القديم تمثيله مش عارفين هي تم حفرها إزاي وتم عمل التفاصيل الدقيقة دي فيها إزاي كمان عندي الفن الإسلامي موجود في الزخارف الداخلية سواء في القمريات سواء في التشكيل الداخلي للقباب اللي داخل المساجد زي ما احنا شايفين كده بصوا الأعمدة المصرية القديمة ألوان بقالها سبع تلاف سنة ومزارت هذه الألوان اللي احنا ممكن اللوحة نرسمها وبعد أسبوع نلاقي اللون بتاعها حصل فيه شيء من التغير ايه السر العظيم اللي خلى الألوان دي موجودة لحد النهاردة وطبعا احنا بندرس جانب من طريقة تنفيذ هذه الألوان الألوان الفرعونية بندرس جانب من طريقة تنفيذها في مادة العمليات عندي هنا طبعا زخارف زي ما احنا شايفين القباب من الداخل عندي زخارف المقرنصات الإسلامية والشرايط الشريط الإسلامي والشرفات اللي احنا شفناها دي شرفة زي زي صور الخاص بالبلكونة يعني دي مقرنصات الحاجات دي برضو احنا بناخدها بالتفصيل في مادة المؤيسات للتعريف على مسمياتها يعني زي ما اتفقنا ان لولا الفن بالصور والمختلفة ما كانش وصل لنا أسرار وعظمة الحضارة المصرية زي ما قلنا اللي احنا كلنا بنفتخر بيها وبينباهر بيها العالم حاجة جميلة قوي احنا طبعا بندرس كل الفنون وبنتكلم عن كل الفنون بس في حاجة جميلة جدا نتعلمناها من الفنون ودي موجودة في الفن الإسلامي الفن الإسلامي اشتهر بيها شوية اللي هي فكرة تحويل الرخيص إلى نفيس الفكرة دي لو طبقتها في جميع جوانب حياتك هتقدر تصنع شيء من لا شيء عمل ايه الفنان وعلى فكرة دي مش موجودة بس في الفن الإسلامي دي موجودة فيه كثير من الفنون بحول الأشياء الصغيرة عديمة القيمة البقايا الحاجات اللي ملهاش أي لازمة لهاجة منتج فني ذو قيمة عالية مش بس قيمة يعني أنا النهاردة عندي خامة زي بقايا الخشب بقايا الورق زي فنان الإرقامي اللي موجود دلوقتي من بقايا الأوراق وفن جميل وعظيم وبيطلع منه لوحات فنية عظيمة فكرة التدوير وعمل شيء من لا شيء دي ترجعنا للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها القيمة ليست في الخامة القيمة في العمل شوف النهاردة صنع ايدك بيقايم ازاي شوف قد ايه القيمة المادية بتاعة المنتج تتحول من لا شيء إلى شيء يعني خلينا نشوف مثلا هنا كده في فكرة تحويل الرخيص إلى نفيس أول حاجة عندي بقايا الأخشاب حتة الخشب الصغيرة قوي اللي تتبقى بعد عملية تصنيع الأساس عمل بيها ايه الفنان المسلم بص الجمال عمل بيها شغل الايه الأربسك شغل الأربسك ده عبارة عن ايه قطع خشبية صغيرة جدا بيبتدي يجمعها مع بعضها بشكل زخرفي ما الذي صنع القيمة لهذه البقايا وهذه القطع التشكيل الفني والزخرفي اللي تعملت به الزخرفة هنا هي من أعطت القيمة حولت الرخيص إلى نفيس ما فيش حد فيكم ما يعرفش قيمة الشغل الأربسك الأصلي اللي بتعمل ده قد ايه هو قيم وقد ايه هو قيمة كبيرة جدا وعالية مثلا من الحاجات اللي تحويل الرخيص فيها إلى نفيس زي بقايا الإزاز الإزاز الصغير المقصر قطع الزجاج بقايا الزجاج سواء كان ملون أو كان أبيض وانا اللي بلونه بتعمل بيها بيتعمل بيها أشكال جميلة جدا ووحدات زخرفية رائعة زي ما احنا شايفين كده هو بص اللوحة دي ممكن من بقايا الزجاج برضو كمان من بقايا الصراميك عارفين طبعا فن الفوسيفساء والأزمالدو ده هندرسه على فكرة بالتفصيل طبعا أكيد كلكم شفتوا نمازج من هذا النوع يمكن فيه بعض الناس ما تعرفش أن ده فن الفوسيفساء طبعا هو من اسمه بيدل على أنه عبارة عن تكوين من قطع صغيرة جدا زي ما انت شايف كده بص الفتافيت دي كانت اقمتها قبل أن تنفذ بيها هذه اللوحة ولا حاجة بص هنا ده تمثال بالكامل مصنوع من البقايا المعدنية من أغطية العلب والكنز والبقايا بتاعت أي حاجات معدنية يعني باختصار ده إعادة تدوير لحاجة يعني تدخل في نطاق أنها بقايا ملهاش أي قيمة يعني بتترمي يعني ممكن ده يكون هو أصلا جمعها من إعادة التدوير يعني لك أنت تخيل النهاردة ده تمثال جميل فيه شغل فيه عمل فني فيه قيمة مين اللي أعطى القيمة هنا للحاجة اللي كانت مرمية أو ملهاش أي قيمة اللي أعطى لها القيمة هو التشكيل الفني أو الفن اللي موجود فيها ننتقل بقى للمادة التانية اللي احنا تكلمنا عنها وشكرنا فيها وقلنا قد إيه هي مادة مهمة اللي هي مادة التخطيط مادة التخطيط ونقول تاني نجاح يساوي تخطيط بعد توفيق ربنا طبعا سبحانه وتعالى النهاردة مادة التخطيط بتنقسم لمرحلتين مرحلة الأولى في الصف التاني ببتدي أتضرب كويس جدا على أن أنا أعرف يعني إيه مسميات الأشياء اللي قدامي يعني أنت النهاردة قبل ما تبقى طالب زخرفة أنت قاعد في بيت ده باب ده شباك ده كذا هي دي معلوماتك عن محتويات المبنى اللي أنت قاعد فيه بعد ما هتتخرج إن شاء الله من قسم الزخرفة أو بعد ما هتدرس مادة التخطيط هتكون عارف يعني إيه قمر يعني إيه عتب يعني إيه البلسئالة يعني إيه كتف يعني إيه سرة يعني إيه كليمي يعني إيه إزار يعني إيه وزراء كل التفاصيل أعمدة تجان الأعمدة كل ما يمكن أن تعرفه عن المباني من الداخل أو من الخارج أو مسميات المعمرية أو المصطلحات الزخرفية الخاصة بالمعادن أو المصطلحات الزخرفية الخاصة بالأخشاب زي الضلف وزي الضلف الشمسية وزي جميع أنواع الشبابيك جميع أنواع الأبواب الحشوات حشوة الأبواب كل ما يمكن أن تتخيله من مصطلحات فنية ومعمرية يعني إيه القبة يعني إيه القبلة أنت بالنسبة لك هي قبلة الصلاة لكن تعرف القبلة كمبنى أو كجزء من البناء معناها إيه هي تجويف موجود في الحيطة غير نافذ عبارة عن نصف استوانة يعالوه ربع كرة كل ده هتتعلمه من مادة التخطيط في الصف التاني اللي بيتعرفك بشكل تفصيلي على المصطلحات الزخرفية والمعمرية والفنية طيب نيجي للشق التاني بعدما أنا تعرفت على كل المصطلحات الفنية دلوقتي بقيت أنا لما حتى لو أنا مش هشتغل بإيدي لما أنا أبقى بتعامل مع فني دهنات أو فني بيعمل لي أي عمل في أي مكان ببقى عارف المصطلحة بتاع الحاجة اللي هو بيتعامل بيها أما أشوفها أقدر أتعرف عليها وأقدر أعرف هي بتدهن إزاي وكمان بتاخد كمية دهان قد إيه أنت مش بس هتعرف اسمها لأ ده أنت هتعرف هي بتاخد دهان قد إيه خلينا أدي لك مثال بسيط جدا أنت النهاردة فتحت محل عندك باب للمحل عايز تشتري له دهان باب المحل المموج المتعرج أنت عارف أن الزخرفة بتعلمك أن طريقة حساب كمية الدهان للباب ده ثلاث أضعاف المساحة اللي قدامك يعني لو باب المحل 2 متر في 2 متر يبقى النهاردة 2 في 2 مكان بأربعة هنا هتجيب أربعة يعني هتجيب ما يكفي أربعة متر دهان لا هتضرب المساحة دي في ثلاثة ليه في ثلاثة عشان التعرجات اللي بتبقى موجودة عندي في باب الصاج شفت بقى أن الزخرفة لها علاقة مباشرة بحياتك وخصوصا مادة التخطيط مادتي الرسم الهندسي والتخطيط من أكتر المواد اللي مفيدة جدا وممتعة في حياتك اليومية طيب بعد ما تعرفت على المصطلحات الزخرفية في مادة التخطيط بتعرف على إيه بتعرف على الأشكال الهندسية اللي تكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت في مادة الرسم الهندسي أيوة افتكرت كويس جدا إن أنا قلت إن مفيش مادة من مواد الزخرفة ملهاش علاقة ببقية المواد ما قدرش أفصل أي مادة من مواد التخصص عن بقية المواد طيب يبقى أنا عندي دلوقتي مادة التخطيط تكلمتني في الأول عن المصطلحات مصطلح يعني المسمى الفني المسمى الفني بعد كده بتبتدي تكلمني عن الأشكال الهندسية المسطحات والمجسمات بجميع أشكالها بتكلمني هنا بقى عن إيه إزاي أقدر أحسب مساحتها سواء مساحتها الكلية مساحتها من جانب واحد مساحتها من الوش والضع مساحة السمكة الخاص بيها يبقى الشق التاني بتعلم فيه حساب المساحات بيديني إيه على عشان أعرف أحسب المساحات دي بيديني كمية من القوانين القوانين دي طبعا سبتة محفظها فبقدر أستحضر أو أجاوب على أي مساحة ممكنة طيب أنا عرفت المسميات وعرفت المساحات هستخدم ده إزاي عمليا في مادة التخطيط هستخدم ده عمليا بإننا لما أجي يعرض علي أو يطلب مني دهان المساحة ما هو أنا النهاردة مادة التخطيط دي على المستوى الشخصي هتفيدني إن أنا أقدر أحسب مساحة شقتي وأقدر أحسب هادينها إزاي وأقدر أحسب كل التفاصيل اللي تخصني طب إذا أنا تطورت في المجال بتاعي وبقيت أنا صاحب عمل بقيت أنا اللي بقاول أنا اللي بقوم بعملية التنفيذ لما يجي النهاردة عميل يطلب مني إن أنا قوم بعملية دهان أبقى قادر على حساب تكاليفها من الألف للياء طب أنا أقدر أحسب التكاليف من غير ما أحسب المساحة عشان كده اتقسم التخطيط عندي كتطبيق كجانب تطبيقي إلى شقين شق جدول مسطحات ده بيحسب المساحة شق جدول تسميني ده بيحسب التكلفة يبقى الجدول التسميني مرتبط بإيه؟ بالتكلفة يبقى شق جدول المسطحات مرتبط بالمساحة طب هو في علاقة ما بين المساحة والتكلفة؟ طبعا هو أنت النهاردة كميات والعمال وكذا لما يشتغلوا في شق 100 متر زي ما يشتغلوا في شق 200 متر؟ طب أنا لازم أحسب مساحتي جيدا عشان أقدر أحسب تكلفتي جيدا في جدول التسميني اللي هو طبعا بيكون مليان تفاصيل وطبعا إحنا بمنتهى البساطة هنتعلم التفاصيل دي وهنقدر نحلها لما نطقت مادة التخطيط آخر حاجة بندرسها في مادة التخطيط في الصف الثالث بندرس طريقة إنشاء المشروعات طيب خلينا نشوف كده مادة التخطيط بص مثلا من خلال دراستك لمادتين الرسم الهندسي والتخطيط هتكون قادر أن أنت تعمل لبيتك البلان أو المسقط الأفق اللي احنا شايفينه ده يعني أنت تقدر تعمل ده بمعرفتك أنت الشخصية من غير ما تحتاج لمهندس كمان أنت هتقدر تقرأ ده وتعرف فين الباب فين الشباك ده إيه دي حيطة دي فتحة ده كذا ده كذا كل ده أنت تقدر تعمله لبيتك اللي أنت ساكن فيه لو أتقنت مادتي الرسم الهندسي والمؤيسات أو التخطيط وبناء على ليه تقدر تقسم مساحاتك يعني وتقدر تتعرف هي محتاجة إيه من أكثر المواد التي تفيد دراستها وبرضو فيه نقطة هنا تحضرني برضو أن ده يساعدني كمان في الديكور يعني أنا النهاردة الجزء الخاص بالديكور اللي بندرسه في العمليات أو الخمات أو المعدات أنا النهاردة عشان أطبقه لازم أكون كويس في التخطيط لأن أنا لو معرفتش المساحة وطريقة تقسمها والباب فين والشباك فين مش هعرف أعمل ديكور كويس فأنت النهاردة بتقدر تعمل ده بمنتهى البساطة لما تكون مذاكر المواد بتاعتك كلها مع بعضها وهنا أأكد بقى على نقطة أن أنا بدرسها من خلال الفهم وليس من خلال الحفظ عشان ده اللي يخليني أقدر أربط بينها نرجع نقول أن المؤيسات من أكثر المواد اللي بتفيدني في الحياة العملية لأن أنا زي ما قلنا في المرحلة الأولى بعرف المصطلحات اللي بتعرفني أي حاجة وأقدر أحسب طريق الدهانها في المرحلة التانية أنا بقدر أتعرف على بعض الأشكال زي مثلا عندي دي اسمها قمرية بعد كده بيتعرف على طريقة حساب المساحات المختلفة في مادة اللي إحنا درسناه في مادة الرسم الهندسي بعمل الجدولين بتوعي اللي إحنا قلنا عليهم جدول المسطحات والجدول التسميني بقدر من خلالهم أحدد نوع الدهان بحدد الخمات بحدد المساحات بحدد الكميات بحدد كمان الفاقد أنا بعمل حسابي كمان أن فيه فاقد بحدد المواصفات أنا عايزها كام وش هعمل كذا هعمل كذا ما كل ده يختلف عندي في طريقة حساب الدهان بحدد أنا هاخد وقت قد إيه يعني أنا بيعارف الشقة دي تحتاج مني وقت قد إيه عشان تدهن بحدد الأسعار والخمات من خلال دراسة المادة الخمات وبقدر أحدد التكلفة النهائية يعني أنا لما تجيني شقة فضية كده وأنا عايز أبتدي أعمل لها مؤيسة هقدر أحسب مساحتها بإضافاتها بتنزيلاتها الإضافة هي الجزء اللي بيدهن التنزيل هو الفراغ أو الجزء اللي لا يدهن كمان مادة التخطيط بتؤهلني للحياة العملية إزاي أنا بتعرف على أساسيات قيام أي مشروع من أول إيه بقى بس يا سيدي أنا دلوقتي قررت بعد ما أنهيت دراستي في قسم الزخرفة إن أنا أعمل مشروع حتى لو المشروع ده ليس له علاقة بالزخرفة مشروع تاني مادة التخطيط في أشيق الخاص بالمشروعات فيها بتعلمني إزاي أعمل المشروع من الألف إلى الياء يعني بتعلمني أنا النهاردة بفكر في فكرة المشروع بعمل حاجة اسمها دراست الجدوى مادة التخطيط بتعرفني يعني إيه دراست جدوى إيه الجوانب اللي بتشملها دراست الجدوى دراست الجدوى دي إيه الهدف منها هل أنا لو مش بعرف أعمل دراست الجدوى فيه جهات تعملها لي بتعرفني كمان إيه الجهات اللي بتعمل دراست الجدوى بعد كده بتبتدي يتعرفني أنا لو عايز تمويل إيه مصادر التمويل للمشروع بتاعي طب أنا عرفت مصدر التمويل ودراست الجودة بتاعتي جيدة يبقى دراست الجدوى بتاعتي جيدة يبقى أنا دلوقتي عندي إيه هبتدي في التنفيذ إيه خطوات تنفيذ أي مشروع إيه اللي أنا محتاجه العمالة بتاعتي نوعيتهم ايه ومستوى مهارتهم ايه المكان بتاعي لازم يكون قد ايه الامكانيات اللازمة عندي لانشاء المشروع ده ايه هي كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي هتتعلمها في مادة التخطيط طب كمان هيكلمني عن ايه المشاكل اللي انا ممكن اواجهها وانا بعمل المشروع يعني النهاردة مادة التخطيط هتطلعك ان شاء الله بإذن الله قادر على انك تكون صاحب عمل في اي عمل يعني النهاردة الكلام اللي انت درسته ده تقدر تطبقه في حياتك العملية حتى لو اخترت مجال غير المجال يبقى انت هتعرف الاول بنعمل دراسة الجدوى بنحدد طبعا اول حاجة نوع المشروع بنعمل دراسة الجدوى بنشوف فين مصادر التمويل بنبتدي في مراحل التنفيذ بنختار العمالة بنبتدي نعمل الترخيص والاوراق الرسمية المطلوبة بعد كده ببتدي انشاء المشروع كمان بتعرفني اذا انا خدت قروضها سدها ازاي وفوائدها ايه وايه انواع القروض المتاحة من البنوك بناء على قيمة المشروع يعني ايه مشروع صغير يعني ايه مشروع كبير يعني ايه مشروع متوسط يعني ايه مشروع خدمي يعني ايه مشروع انتاجي يعني ايه مشروع صناعي يعني ايه مشروع تكميلي يعني فيه حاجة اسمها صناعات تكملية يمكن انتوا بتسمعوا كلمة ما تدرس ده في المشروعات الجزء الخاص بالمشروعات فيه مادة التخطيط هتعرف ان المشروع التكملي عبارة عن مشروع لحاجة بتدخل كجزء فيه صناعة حاجة تانية يعني انا مثلا النهاردة عندي مصنع بيصنع جزء من الاجزاء او المسامير اللي دخل في تركيب السيارة هو كل وظيفته ان هو بيصنع او مصنع بيصنع الاغلفة او الكرتون اللي بتوضع فيه مثلا ملابس من نوعية معينة يعني النهاردة فيه كل الحاجات دي انا طبعا انا بدي نبزة مختصرة لكن انت لما هتدرس ده في المادة هتدرسه بالتفصيل يعني باختصار هي مادة مفيدة جدا على الجانب العملي بقدر اتعلم منها بعد كده بنتكلم عن مادة الامن الصناعي مادة الامن الصناعي من اسمها كده هي مادة خاصة بالامن الصناعي هدفها ايه؟ لما بيجي يعرف لي الامن الصناعي بيقول لي ايه؟ الامن الصناعي هو السلامة والصحة المهنية سلامة وصحة دي احنا عارفينها مهنية يعني ايه؟ يعني ليها علاقة بشغلي؟ ليها علاقة بعملي؟ يبقى انا دلوقتي مش بس عايز سلامة وصحة لا انا عايز سلامة وصحة ليها علاقة بالعمل طيب هل الأمن الصناعي بيفدني بس أن أنا أعرف معلومات عن السلامة والصحة المهنية اللي وأنا في مجال العمل لا أنا عايز أقول لكم أني أنا شخصياً تعلمت من دراسي وأنا في المرحلة السنوية في الأمن الصناعي معلومات كتير جداً مفيدة فيه لأقدر الله إيه اللي يتعمل إذا حدث حريق إزاي تتصرف لما بيجي مثلاً في مادة الأمن الصناعي يقولك أن الحريق له ثلاث أركان بيستند عليهم إيه هما الثلاث أركان دول؟ الثلاث أركان دول مادة مادة اللي بتتحرق وعندي درجة الحرارة العالية والأكسوجين اللي موجود في الجو نقول تاني لكي يحدث حريق عندي ثلاث عوامل الثلاث عوامل دول لازم يكونوا موجودين لو واحد منهم ما بقاش موجود الحريقة تتفي إيه هما؟ المادة اللي بتتحرق اللي هي المادة القابلة للإحتراق زي الخشب أو الورق مثلاً درجة الحرارة العالية والأكسوجين يعني أنا لو عندي أكسوجين وعندي ورق فيش حريقة إمتى تتواجد إذا في حرارة عالية؟ طب لو أنا عندي الورق وعندي الحرارة العالية وما عنديش الأكسوجين برضو ما يحصلش احتراق طب لو أنا عندي أكسوجين وعندي حرارة عالية زي البتجاز مثلاً برضو مش هيحصل اشتعال لإنه ما عنديش مادة قابلة للإشتعال يبقى أنا اتعلمت ده من إيه؟ من مادة الأمن الصناعي طب أنا زي ما تعلمت الحريقة بتحصل إزاي؟ يبقى أنا عشانت فيها برافو عليكم أهد جانب أو عمود من الأعمدة التلاتة إلا الحريق قائم عليهم يا إما أخفت درجة الحرارة حسب طبعا نوع الحريق ودي برضو حاجة أنا تعلمتها من مادة الأمن الصناعي وكل طلاب الزخرافة تعلموها من مادة الأمن الصناعي النهاردة أنا عندي كيف يطفق الحريق؟ يطفق بزي ما قلنا عزل حاجة من التلاتة يا بمنع الأكسوجين وده ليه طفايات معينة يا بخفض الحرارة وده ليه مواد إطفاق معينة يا إما بحاول أبعد المادة القابلة للاشتعال اللي هي أصلا اللي بتساعد على استمرار الحريق طيب هل إطفاق حرائق الكهرباء زي إطفاق حرائق المواد الصلبة زي الخشب والورق؟ طبعا برافو عليكم لأ كهرباء من فحشط فيها بالمية مثلا في عندي كمان طفايات مختلفة ومواد إطفاق مختلفة للحرائق البترولية للمواد المشتعلة للمواد الملتهبة يبقى إذن النهاردة أنا كل المعلومات اللي أنا بتكلم فيها دي دي تنفعني في الحياة العامة ولا متنفعنيش طبعا دي معلومات ضرورية وأساسية أنا أعتقد أن مادة الأمن الصناعي دي مادة يجب أن تدرس أو يدرس جزء منها في المراحل التعليمية الأقل من المرحلة السنوية كمعلومات عامة فيها كمان جزء مهم جدا 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 في الحياة العملية أنا كل دا لسه ما كلمتكش عن الشق اللي بتفيدك فيه مادة الأمن كعامل أو كفني شغال في ورشة أو في مصنع لأ دا أنا هنا لسه بتكلم كإنسان إزاي بتستفيد من المادة دي في حياتك الشخصية في حاجة كمان مهمة بندرسها بالتفصيل الشديد في مادة الأمن الصناعي وهي الإسعافات الأولية يعني أنت النهاردة أنت كطالب عندك القدرة أنك تعرف المصاب اللي قدامك دا لو قدر الله عنده إيه من خلال الأعراض اللي بين على جسمه اللي بين على وشه تقدر تعرف إذا كان دا عنده نزيف أو لأ طب ولو نزيف نوعه إيه تخيل أن أنت من معلومات بسيطة جدا بتاخدها في مادة الأمن الصناعي تقدر لو شفت واحد مصاب تعرف هو نوعية النزيف اللي عنده إيه وإزاي تتعامل معاه وإزاي تعمله إسعاف أولي ممكن أنت تخيل نفسك أن أنت ممكن بسبب معلومة في مادة الأمن الصناعي تكون سبب في إنقاذ حياة إنسان قد إيه مادة الأمن الصناعي مادة إنسانيا مهمة جدا ومفيدة في حياتك كإنسان فيه شق كمان مهم بدرسه في مادة الأمن يفيدني في حياتي الكهرباء أنا بعرف في مادة الأمن الصناعي كل ما يخص الكهرباء من أول طريقة تولدها لحد إزاي أنواعها أتجنبها إزاي إلكتروستاتيكية أو كهرباء تيارية إزاي التوصلات تبقى آمنة إزاي أتجنب مخاطر الكهرباء أعرف إيه الأخطار اللي ممكن أتعرض لها كمان إذا لا أقدر الله حد حصله صعق الكهرباء إزاي أقدر أتعامل معاه وإزاي أقدر أنقذه كل اللي أنا حكيته لكم ده جزء من مادة الأمن الصناعي طيب كمان نرجع بقى لمادة الأمن الصناعي المرتبطة بالعامل وبالمصنع إيه الجوانب اللي بتتكلم عنها؟ بيقول لي إن أنا لما عندي أمن صناعي سليم وأمن مهني متكامل بيديني أعلى معدلات الإنتاج دول أول كلمتين هتدرسوهم في مادة الأمن الصناعي إيه معناهم؟ أمن مهني يعني أمن العامل أمن صناعي يعني الأمن الخاص بالمكانة وتأمين جو العمل الاتنين دول إذا تأمينوا بشكل سليم ده هيكون سبب في الحصول على أعلى معدلات الإنتاج جوانب العملية الإنتاجية تلاتة أو العملية الصناعية خلينا دقى نركز في تخصصنا جوانب العملية الصناعية تلاتة العامل وهو الأهم على الإطلاق لأن التقى البشرية لا تعود لا تعود فأهم حاجة عندي العامل البشري الحفاظ على العامل البشري تاني حاجة الحفاظ على المكينة والخامة يبقى أنا عندي العامل البشري وعندي المكانة وعندي الخامة دي العوامل اللي أنا عايز أحافظ عليها من الأمن الصناعي أول حاجة ببتدي بها مين؟ الإنسان طيب أنا هأمن الإنسان إزاي؟ مديني أمثلة بقى لبعض الحاجات اللي احنا بنستخدمها لحماية الإنسان أو العامل اللي شغال في مادة الأمن الصناعي زي إيه بقى اللي احنا شايفينه؟ عندي ملابس وقية دي بيتم ارتداءها بالكامل الملابس بتاعة العمل المؤمنة دي فيها شروط زي إيه الشروط؟ زي مثلا إنها لازم ما يكونش فيها زوائد أو شرايط أو حاجة ممكن تشبك في السير بتاع المكنة أثناء الحركة زي إنها تكون سهلة الخلع عشان مثلا لأقدر الله إذا جزء منها حشر في أي مكنة أقدر أتخلص منها بسهولة زي إنها تكون من خمات مثلا غير قابلة للإحتراق الجزء التاني الحاجة التانية في الصورة الخوزة الخوزة دي بتختلف حسب نوع العمل حسب نوع العمل يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة عندي خوزة بشتغل في مكان منجم تحت الأرض مش معرض للشمس خالص لكن أنا محتاج أحمي رأسي من الاستضام أنا هنا بقى محتاج خوزة من مادة صلبة جدا ولكن المادة دي تكون غير قابلة للكسر ولكن ما فيش مشكلة لو كان داخل فيها معدن خالص لأن أنا مش معرض لحرارة ينفع بقى الخوزة الصلبة المعدن دي اللي فيها أجزاء معدن يلبسها المهندس اللي بيشتغل في عز الشمس أيوة نترجم كده المعنى على طول طبعا دي هتنقل الحرارة للرأس يبقى النهاردة الخوزة بيختلف الخامة اللي بتصنع منها ودرجة المتانة بتاعتها على حسب إيه الخطر المتوقع للمهنة دي عشان كده هبنسميه أمن مهني يعني النهاردة تأمين العامل بيختلف حسب المهنة اللي هو بيشتغل فيها وحسب الخطر اللي هو بيتعرض له مخطر ميكانيكية أو مخطر حركية أو مخطر كيميائية للناس اللي بتشتغل في مصانع الكيمويات أو ما إلى ذلك كمان في عندي أحزية واقية ورضو حتى الأحزية أنواع يعني في أحزية واقية مثلا من سعق الكهرباء بتعمل الكهرب بتاعها مطاطي في عندي أحزية بيطقي من الدوس على الشزايا والمسامير في المصانع المعدنية اللي فيها شزايا ومسامير دي بتعمل النعل بتاعها خشب أو معدن وغالبا معدن علشان ما توصلش أي جرح لقدم العامل في أحزية بتبقى المقدمة بتاعتها مصنوعة من مادة صلبة عشان بتحمي من السقوط يبقى إذن النهاردة حتى الحزاء لازم يكون مرتبط بالوظيفة أو بالغرض اللي أنا عايزة أحمي منه معرفة أساسيات الأمن الصناعي مهمة جدا لأن إحنا اتفقنا إنها أساس إن أنا أحمي العامل وأحمي البيئة وأحمي المعدات العمل وده السبيل لزيادة الإنتاج الأمن الصناعي زي ما قلنا مش بس حماية شخصية ولكن بيعلمنا إزاي نتعامل في المواقف الطريقة وخاصة مثلا حالات الإسعافات الأولية من ضمن بقى الحاجات اللي بيتكلم عنها الأمن الصناعي تأمين التهوية داخل المصنع هو بيعرفك كمان إيه الأخطار إيه الغازات كل نوع وكل خطر معرض منه تعرف إيه الفرق بين الأبخرة وبين الأتربة طبعا الأبخرة بتبقى غازية لكن الأتربة بتبقى مواد صلبة دقيقة منتشرة في الجو ده ليه طريقة للحماية منه والتخلص وده ليه طريقة للحماية والتخلص بيعرفني طفيات الحريق وأنواعها بيعرفني مخاطر الكهرباء وإزاي أحمي نفسي منها وطبعا ده وليب الكهرباء معروفة ومفهومة بيعرفني برضو الأمن الصناعي إن أنا ماينفعش أحط فيها أي حاجة ولا أستخدمها طبعا بقى السقلات والوقاية من خطر السقوط ده برضو بتعلمه من خلال الأمن الصناعي من ضمن الحاجات اللي هتتعلمها في الأمن الصناعي إن الأجهزة اللي زي دي بتختبر بضعفين أو بثلاث أضعاف السقل اللي هي بتتعرض لي يعني النهاردة السقالة اللي قدامك دي أو المستخدمة في تلميع الزجاج دي أنت النهاردة عارف أن كل ما بيزيد الارتفاع بتزيد الجاذبية والجاذبية هي مراضف للوزن يعني النهاردة لو أنا عندي السقالة دي على الأرض بتتحمل وزن يبقى أنا لازم نتقول ما هتعلى أكون مختبرها لأسقال أضعاف ضعفة من الوزن اللي موجود على الأرض شايف التفصيل اللي أنا بقولها لك دي التفصيل الصغيرة دي دي برضو لازم بعرفها من خلال مادة الأمن الصناعي يعني أنا لما بختبر السقالة هيكون عليها ثلاث عمال وزنهم الأقصى مثلاً 800 كيلو يبقى أنا النهاردة أختبرها على 800 كيلو أبداً أنا لازم أختبرها على ثلاث أو أربع أو ضعفين أو كذا من السقل المحمل عليها على حسب هي هتكون موجودة فين وهي مصنوعة من إيه المادة اللي بعد كده إحنا اتفقنا أن دول مسلس مرتبطين ببعض مادة تكنولوجيا العمليات اللي هي بتعرفني إزاي أعمل خطوات أي دهان إزاي أدهن مادة العمليات بتشرح لي طرق الدهان خطوات الدهان مادة تكنولوجيا الخامات ودي بتشرح ليه الخامة الخامة مكونة من إيه خوصها إيه صفاتها كيميائية بتتفاعل مع إيه مصدرها إيه أقدر أخففها إزاي أقدر أتقلها إزاي هي قلوية ولا حمضية بتتخفف بإيه بتتقل بإيه إيه أضرارها تنفع على الخشب أو على الإزاز أو لأ بتعرفني جميع أنواع الخامات المختلفة آخر مادة بنتكلم عنها هي مادة تكنولوجيا المعدات ومادة المعدات بتتكلم عن الأدوات من أول الفرشة والبلتة والألوان ومحتويات الورشة كاملة وجدران الورشة وأصقفها وكل ما يتكون فيها لحد المعدات اللي بستخدمها في عمليات الرش والإضاءة وكمان لوحات الرسم وأدوات التنظيف لحد ما بوصل لحد مسدس الرش وأدوات الرش المركبة والكمبرسرات وعندي كمان فرش سلك عندي أدوات بلاستيكية عندي عبوات كل ده سلالم كباين رش كل ده بدرسه في مادة المعدات تكباس أو الكمبرسر بتاع الهوى بكده نكون انتهينا من عرض بسيط مختصر لمواد قسم الزخرفة اللي أتمنى إن شاء الله بإذن الله أسعد بيكم طلابا حاضرين ومقبلين بتمنى إن الدعوة اللي احنا عملناها لقسم الزخرفة دي تلقى عندكم القبول النهاردة أنا أتمنى أن احنا نكون في الحلقة دي وفي الحلقات القادمة بنقدر نقدم نبزة عن قسم الزخرفة وعن جمال قسم الزخرفة وعن المستقبل الجميل اللي بينتظر طالب الزخرفة الماهر الجيد المكتهد زي ما قلت لكم في بداية الحلقة بداية الحلقات إن الزخرفة بحر كبير وإحنا نقدر يعني نخرج منه بالعديد والعديد من اللقالق السمينة ولكن دي محتاجة الغواص الماهر اللي لازم يتعب علشان يقدر يوصل لها يعني باختصار إذا أنا في الزخرفة بقدم لك مهارة إنت لو حاولتش تبزل فيها الكثير من الجهد مش هتقدر تتقنها بكده أظن إن إحنا استعرضنا جزء كبير وإن شاء الله يكون لنا كمان حلقات جاية هنتكلم فيها عن إيه بقى هنتكلم فيها عن التطبيقات اللي احنا تكلمنا فيها في المواد اللي فاتت هنتكلم عن تطبيقات لمادة الرسم الهندسي تطبيقات في مادة الرسم الفني وتكوين الألوان ومراحل التكوين بتاعها هنتكلم كمان عن بعض التطبيقات في الأمن الصناعي هنبتدي نرسم مع بعض كمان في حاجة مهمة هنستخدم فيها مادة التخطيط ومادة الرسم الفني ومادة الرسم الهندسي ان احنا نقدر نعمل بعض المجسمات زي الحاجات اللي انتوا بتستخدموها في حياتكم اليومية ودايما انا زي ما بقول لطلاب الحاليين وطلاب المستقبليين وطلاب المتخرجين ان ما فيش اي حاجة بتيجي بدون جهد وبدون تعب يبقى احنا نفتكر المقولة بتاعتنا ان ايه اجتهدنا وطموحنا هو سر نجحنا عشان كده دايما لازم نظل مجتهدين شكرا لكم شكركم شكرا لكم